لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك التاسع من ذي الحجة يوم عرفة أعظم أركان الحج ركن لا يتم الحج إلا به نحو مليون ونصف المليون حاج جاءوا من بقاع مختلفة بينهم نحو 23 ألف حاج سوري شدوا الرحالة مع شروق شمس يوم السبت إلى صعيد عرفات لآداء ركن الحج الأعظم بعد قضائهم الجمعة يوم التروية في مشارمنا ومع وصولهم إلى صعيد عرفات صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا وحضروا خطبة عرفة في مسجد نميرا واستمروا بالوقوف في صعيد عرفات حتى غروب شمس التاسع من ذي الحجة الهيئة السورية للحج والعمر خصصت للسوريين البالغ عددهم نحو 5200 في عدة مخيمات أماكن إقامة مجهزة بمقاعد قابلة للافتراش ووسادات وبرادات وتكيف إضافة لتخصيص وجبات فطور وغداء بهدف توفير كل وسائل الراحة للحاج حتى يتفرغ للعبادة بشكل كامل تخدمهم عدة مجموعات معتمدة من الهيئة فيما بلغ عدد الحجاج الذين سيرتهم وزارة أوقاف سلطة الأسد 17 ألف حاج ومع غروب شمس يوم عرفة بدأ حجاج بيت الله الحرام النفير من صعيد عرفات إلى مزدلفة للمبيت فيها قبل التوجه إلى ميناء لرمي جمرة العقبة ترجمة نانسي قنقر